بيبدأ مسلسلنا بالأرمالة ألس وبنشوفها خارجة من بيتها مع ابنها تاكي بعد ما حسوا بحركة غريبة برا مزرعتها وبتمسك ألس البندقية وبتصوب نحية روي اللي بيبقى متصابه مش داريان بالدنيا ونايم على الخيل بتاعه ومع أقل حركة منه بتضربه بالنار وبيقع على الأرض وبيجروا لحد الحظيرة بتاعتهم والصباح رباح يعرفه هو مين وبتدخل إيفا حامات ألس بتبص على روي ولما بتلاحظ جروحه بتحطله عليها شوية برود وبتولع فيها ودي طريقة جديدة في الطب البديل باين وفي نفس الوقت بيبقى فرانك أكبر زعيم عصابة رايح هو ورجالته لبيت الدكتور في قرية قريبة لإنه اتصاب في دراعه وشكله كده هيضطر يا تخلص منه وبيفضل عند الدكتور للصبح وبعدها بيتحرك مع رجالته علشان يدوره على روي والصبح روي بيفوقه وبتجيله إيفا علشان تشيل القش اللي لازق على جروحه وتتطمن إنه بقى كويس وترميله تشيرت يستر بي نفسه وبيتكره على نفسه وبيخرج من الحزيرة يشوف حظه وقعه في أنهي قرية وبيقابل في وشه ألس وتاكي وبيعرفوه بنفسهم وهو ما بيقدرش يصله بطوله قدامهم بسبب تعبه وبيقع تاني على الأرض وبنشوف المأمور بيل بعد ما رجع من رحلة الصيد اللي كان فيها وبيلاقي أخته ماري قاعدة مع عياله بعد ما امراته توفت وبتبقى لابسة لبس المرحوم جزهة وشايلة بندقية على ظهرها بعد ما بقت مسؤولة عن شؤون القرية ووضح أن الحياة في القرية المنحوسة دي مختلف حبتين وبتطلب ماري من بيل أنه يتكلم مع ألس علشان تبع لهم جزء من الخيول اللي عندها بما أنه الوحيد اللي بيعرف يتكلم معاها خصوصاً أنهم محتاجين الخيول دي علشان تسهل عليهم تنقلهم في البلد وبالليل بتروح ألس للحزيرة علشان تعرف مين الغريب اللي قاعد عندها من مبارح وما بتلاقيهوش في المكان وفضولها بيجرها تفتش في حاجته وبتلاقي جواب وبتعرف من عليه اسمه ووقتها روي بييجي وبتوضح له أن ما ينفعش يفضل قاعد عندها كتير لأنها على باب الله وما عندهاش أكل يكفيهم كلهم وكمان مش عايزة مشاكل مع حد لكن روي بيبقى سطرايح وما بيقدرش يرد عليها والصبح بيشوف الخيول بتاعة ألس بتلف حولين نفسها وعملة دوشة وبيخرج لحد عندها وبيحاول يروضها بس خيل منهم بيضربوا وبيوقعوا وبيلاحظ ألس وتاكي اللي روي بيحاول يعمله فبينادي تاكي عليه علشان يجي يأكل معاهم ويبقى بينهم عيشوا ملح وفي الوقت ده بيسمعوا صوت خيل بيقرب عليهم فبتقوم ألس وتاخد وضع الاستعداد وتبعد أي حد عاوز يقرب من مزرعتها عندها تروما باين ولا إيه وبتبقى واحدة من القرية اسمها ليلي وابنها تعب وعرفة أن إيفا سرها باتع وهتلاقي دوال حالته وبتدخل إيفا تحط الطفل على الأرض وبيتسيبه وبيشوف روي تعبان بيقرب منه وفي لحظة بيلفه وبياخد المسدس المتعلق وراه وبيضرب التعبان وبيخلص عليه قبل ما يأذي الطفل وبيجري الكل على صوت ضرب النار وبيكتشفوا أن ضربة روي مخيبتش وخلصت على التعبان من مسافة محترمة وباين عليه خبرة في الموضوع وبتروح ألس عند روي وهو بيصلح صور المزرعة وبتعود جنبه وبتعرفه على أسطورة الهنود الحمر وأنهم كانوا بيحطوا صروتهم تحت صور المزرعة قبل ما بيسفروا ويسيبوا المكان ويا ما حفرت ودورت وملقتش حاجة في الآخر وبيسألها روي إيه اللي وقعهم في المزرعة بعيدة بالشكل ده وبتحكيله ألس إنها اتجوزت وهي صغيرة من شريك أبوها في الشغل وأول يوم ليهم سوا صمم يلفوا في المنطقة وفاجأة البارق بيبرق والرعد بيرعد وبتقوم عصفة وتجر عربيتهم لحد النهر وتنزل العربية وجوزها فيها وحظها النفستانها شبك في الشجرة وقدرت تعيش والطيار رماها على شط منطقة هي ما تعرفهاش وأول ما فائت وفتحت عينيها لقيت فوق دماغها ناس من قبيلة متوحشة وغفلوها وهجموا عليها وبتحاول تستنجد بناس تانية مستخبية بين الشجر ووالى حياتها لمن تنادي لكن حظها بيبتسم لها تاني وبييجي بيل في الوقت المناسب وبينقذها هي وكل الناس اللي كانت موجودة في القرية ووصلها العيلة من الهنود الحمر يرعوها وبعدها جوزوها ابنهم اللي خلفت منه تاكي بس بقى سيدي ودي قصة حياتي وبيوصل الزبيت جون القرية المنحوسة وبيقابل بيل وبيعرفهم انه بيدور على فرانك وروي وبيبقى بيل عايش في مية المخلل ومش بيقرأ جراية كتير وما يعرفش قصة فرانك وروي اللي البلد كلها عرفاها فبيحكي له جون ان روي كان عيل صغير وبعد ما بوء اتوفى قرر هو واخوه جيم يسافروا لكاليفورنيا وصدفوا في طريقهم الراهبة لوسي وعرضت عليهم يرتاحوا في الملجأ بتاعها ورحوا معاها وبعد ما قاعدوا كام يوم روي شاف جيم جهز نفسه وركب الخيل بتاعه هيشد الرحال ويكمل الرحلة فجيري عليه وقال له انه هيجي معاه لكن جيم طلب منه يفضل مع لوسي لحد ما يقدر يحميه لان الرحلة مش مضمونة ومش عارف ممكن يقابله ايه وبعده اول ما الدنيا تظبط هيجي ياخده واتدايق روي من كلام جيم وحس انه اتخلى عنه ومش هيشوفه تاني ولما كبر قرر يسيب الملجأ زي اخوه ويروح يلقت رزقه في اي حتة وبعد ما خرج سرق اول خيل قابله وطلع الخيل ده بتاع فرانك وكان قاعد مريح عن دحانة في الطريق ولما فرانك شافه صفر للخيل علشان يوقف وراح له واتكلم معاه وكان روي خايف منه وافتكر انه هيخلص عليه لكن فرانك فهم من هيئته انه ملوش حد وقرر يخليه تحت عينه ويربيه ويبقى راجل من رجالته وبيحكيله فرانك قصة حياته وبياخده على مكان اللي قاعد فيه باقي الرجالة بتاعته وانهم هنا كلهم أسرة مع بعجيهم وبيعلموا كل حاجة علشان يقدر يعيش بطوله في الحياة الاسيا دي ومع الوقت بقى الروي مكانة في قلب فرانك ويعتبروا ابنه وبعد ما اشتد ساعد روي ويبقى راجل ملوه دومه راح للملجأ بتاع لوسي ودها فلوس لانه عاوز يردلها جميل انها ربته واستحملته زمان وساعتها فرحة لوسي وقعدت تمدح فيه للاولاد الصغيرين اللي موجودين في الملجأ علشان ياخدوه قدوة وهي دي التربية الصالحة وبتفتكر ان جالها جواب من جيم بعد ما روي سابها بسنة وبتقوم تجيبهوله ولان روي مش عارف يقرأ حط الجواب في جيبه وسكت والكلام بتاع لوسي بيحز في نفسية روي وبيفضل في دماغه لانه مش زي ما هي فكرة وبيقرر يعمل انقلاب على فرانك لما رجع له تاني والطفل واحد من رجالته على روي وكان عاوز يقرأ الرسالة اللي معاه فهدده روي التق شره ويبعد عنه لكن واحد تاني مقدرش يمسك لسانه وسأله هو خلق دايق عليهم ليه وغلط وروي كان مستني حد يغلط فقد أعصابه بقى ونزل فيه ضرب والأول مرة ما يسمعش كلام فرانك وخط بعضه ومشي وفمرة بيعرف روي بخطة فرانك انه هيسرق قطر فيه غنيمة منجم وسبهم يكملوا سرقة واتسحب من غير ما حد يحس به وهجم على ناس من رجالة فرانك وخد منهم الغنيمة وطلع يجري وسلام يا ابن العبيط وجري ووراه لحد ما الخيل بتاع روي اتصاب وبقى مستحيل يكمل به الطريق ووقف بيف وادي وخلص عليه ولف خلص له بالمرة على كام واحد من رجالة فرانك قبل ما يقربوا منه وضرب ناحية فرانك الرصاصة اللي طيارت دراعه ورجع فرانك قرية القطر من تاني وخلص على باقي الناس اللي فيها لما حاولوا يعلموا على رجالته وبعدها كان جون معدي من عند القرية وشاف كل اللي فرانك عمله ومقدرش يعمل حاجة اكتر من انه بلغ الجيش انهم لازم يقبضوا على فرانك واللي معاه وبيحذرهم جون من فرانك لانه سرق كل المناجم ومش ناقص الا منجم قريتهم وخصوصا لما فرانك يعرف ان قريتهم اغلبها ستات لان كل رجالتها راحوا في انفجار المنجم وما تبقاش غيرهم وبنشوف روي بيحاول يروض الخيول مرة تانية وبيقدر ينيمهم كلهم بنفس الطريقة اللي علمها له فرانك وهو لسا ويرور صغير وفي الوقت ده بيجي بل المزرع عند ألس علشان يطلب منها تبع لهم خيول لان البلد الفترة الجاية هتبقى لبش بسبب فرانك اللي هيجي لهم في زيارة قريب وبيدور على واحد اسم روي واول ما بتسمع الاسم بتاخد بل على البيت يشربوا شاي ويحكي لها موضوع روي ده ووقتها بيجي روي وبيعرف ان بل مأمور القرية وبيوضح له ان هو روي اللي الكل بيدور عليه وبيحكي له اللي حصل معاه وبعد ما بيسمعوا بل بيقبض عليه وبياخدوا معاه لحد مبنى الأمن وبيقابل في وش المساعد بتاعه وايت اللي يعرف له حركتين بالمسدس وماشي يعملهم وبيطلب منه يسجنوا في الزنزانة الوحيدة اللي عندهم وما بيرضاش بل يعرف وايت بحقيقة روي وبيخترع له اسم جديد يتعامل به وسط الناس في القرية لأن لو تعرف هو مين هتبقى مشكلة وبنشوف رهبة قاعدة مع الصحفي ديلي وبتبقى متوترة وخايفة وهي بتحكيله انها شافت روي اللي الكل بيتكلم عنه من كام يوم عند مقابر قريبة من الكنيسة بتاعتهم وكان عمال ينبش فقبر حد وخد هدوم الجسة والبسها ومشي وبعدها شافت الاعلان اللي ديلي عامله عن روي وقرارت تيجي تبلغه وبالليل بيوصل جي صاحب شركة التعدين علشان يتفق مع ماري وباقي ستات القرية لأنه عاوز يشتري المنجم بتاعهم ويبعت رجالته تشتغل فيه ويتنغنغوا ويريحوا الأياد النعمة ومحدش منهم ينزل يساعد في شؤون القرية بعد كده وكلامه بيدايق ماري لأنهم أهل القرية الأصليين ومش عاوزين حد من بره هو اللي يحكمهم لكن أغلبية الستات بيوفقوا على كلام جي لأنهم تعبوا من الحياة دي وهم مش متعودين عليها وفي الوقت ده بيبقى روي بيتكلم مع وايت وبيعرف منه قصة ألس وأن الكل ما بيحبهاش لأنها لما رجعت بعد حدثة جزها كانت عايزة حقها من الأرض بتاعته اللي بقت ملكها دلوقتي لكن في راجل وعياله كانوا حطين إيديهم عليها وما ريديوش يرجعوا لها حاجة واتدخل بيل في الموضوع ورح للراجل علشان يوريله الورق القانوني بتاع الملكية لكن عيال الراجل اللي خد الأرض سكرانين من الحانة وبيعملوا نوش في المكان وبيضربوا نار فبيروح لهم بيل وبيطلب منهم بأدب يمشوا من هنا ولأن نظره بقى شيش بيش بيتكفي على وشه وبيبقى مسخرت القرية وبيخرج وايت يضرب له طلقتين وبيماشي العيال دي وبيلم بيل قرمته وبيدخل المكتب وبيتكلم مع روي وبيسأله عن الطريق اللي جه منه على هنا وبيجمع إن فرانك زمانه بيدور عليه ومسألة وقته هيبقى فوق دماغهم وبيفهموا روي إن طول ما الكل ما يعرفش هو مين عمر فرانك ما هيجي هنا لكن قلبي بيل ما بيتطمنش الكلامه وفي نفس الوقت ده بيفوق ديلي من نومه وبيسمع دوشة تحت في مكتبه وبينزل يتفاجئ بفرانك عنده وبيطلب منه يكتب له مقالة من إيدي الحلوين دول ويعرف الكل إن أي حد هيخب روي ومش هيسلمه هيبقى مصيره زي مصير قرية القطر وهم حرين بقى وتاني يوم بيتحاول قلس تروض الخيول علشان تقدر تباعهم وبتبقى محاولة فشلة لإن الخيل بيفلت منها وبيوقعها على الأرض وبيتفتح باب الإستابل وبتهرب كل الخيول برا المزرعة وفي الوقت ده بيروح بيل يودي عياله عن دماري وهي بتصطاد لإنه قرر بالليل يساعد جون والجيش علشان يقبضوا على فرانك ويحمي قريته قبل ما حد يدخلها وبعدها بيروح على المكتب بيلاقي معجبين روي كتير وكل ستات القرية جايبين له أكل وبيبقى قاعد هو ووايت بيكلوه وبياخد بيل البندقية بتاعته وبيعرف ويت وروي إنه هيروح يجيب الديب من ديله ويجري ورا فرانكا قبل ما يجي لهم هنا ويخلص عليهم وبيقابل في طريق الخيول بتاعت ألس بس ما بيقدرش يرجع لها غير جزء منها والباقي هيري بنحية البحيرة وبيعرفها إنه هيطلع في رحلة ومش هيبقى موجود الفترة الجاية وتخلي بالها من نفسها فبتستغل ألس الفرصة وبتروح على المكتب بتاع بيل وبترفع بندقيتها على وايت وبتخليه خرج روي من الزنزانة ويسجل نفسه بداله وبتاخد روي وبترجع على مزرعتها وبتطلب منه يروض لها الخيول بتاعتها ويعلمهم إزاي يقدروا يتعاملوا معاهم لإن أبو تاكي ما لحقش يعلمه حاجة وما قدامهاش غيره وبيوافق روي نفس طلبها وقدام ده تعلمه إزاي يقرأ لإن عيب في حقه يبقى شحت كده والحد النهاردة مش عارف يقرأ رسالة أخوه الوحيد وبيقابل فرانك في طريقه وعيلتين عاملين كامب صغير كده على قدهم وبيقعد معهم رخامة هو ورجالته وبيحكي لهم قصة حياته وإنه في حرب بين الهنود الحمر وباقي القبايل وإنه خسر عيلته كلها وما تبقاش غيره هو والمروحة وإنه تعلم من الحياة إزاي يقدر يعتمد على نفسه وبقى فرانك اللي قدامهم ده وبقى يلم كل متشرد مش لاقي أهله لحد ما كون عيلة وإنه أكتر واحد حبه كان روي لكن هو غفله وتمرد عليه فجأة وزي ما بيقولوا الطعنة ما بيجيش إلا من أقرب الناس ليك وبيوصف لهم شكله وبيسألهم لو كانوا شافوه كده ولا كده وبيعرفوا إنهم لسه جايين المنطقة مبارح وهو ورجالته أول ناس يقبلوهم فبيسكت فرانك وبيفكر يا ترى روي استخبى فين وبيشق بيل طريقه وبيوصل عند محطة قطر وبيدخل الاستراحة وبيطلب من الموظفة تعمله فطار لإنه ماشي من بيته على لحم بطنه وبتعرفه إن القيمة قدامه يختار اللي يعجبه وما بيبقاش شايف حرف منها وبيقول لها تعمله أي حاجة ووقتها بيجي راجل عجوز قاعد على طربيزة تانية وبيتكلم معه وبيفهمه إنه لاحظ تعب عينه وبيقدم له الحل الجوهري اللي ما خطرش على بال أي حد نظار وبيشتريها بيل منه لإنه هيحتاجها في طريقه الطويل وبيروح للبسطة وبيكتب رسالة لجون وبيعرفوا فيها إنه سجن روي عنده في القرية ودلوقتي بيدور على فرانك وبيكمل بيل الطريق وبيوصل للوادي اللي قامت فيه معركة بين روي ورجالة فرانك وبيتخيل إزاي روي قدر يخلص عليهم زي ما تحكاله وبيلاحظ هندي بخيل أبيض واقف زي تمسال على الجبل وبيروح له وبيسأله لو شاف المعركة اللي حصلت لكن الهندي ما بيدهوش عقاد نافع وبيسيبه وبيمشي وبنشوف جون قاعد مع جي صاحب شركة التعدين وبيحكيله على فرانك وروي وباين كده إنها قصته المفضلة وبيطلب منه ما يسيبش القرية المنحوسة لأن كلهم هناك ستات ومعهمش راجل يحميهم وبيعرفوا جي إنه هيبعت رجالته هناك وما يشيلش هم القرية لأن ليه هناك مصالح وإحماية القرية دي أهم عنده من حياته وفي نفس الوقت بيخرج روي من الحزيرة وبيجهز نفسه علشان يرود أول خيل ولما تاكي بيلمحه بيسيب كل اللي في إيده وبيعود يتفرج عليه والموضوع بيبقى صعب على روي وبيقع من فوق الخيل بس ما بيستسلمش وبيحاول تاني والمرادي بيطلب من تاكي يفتح له باب الستبل وبيجري بها في الغطان المحاوطة وبيرجع تاني على المزرعة لكن المرادي بتبقى ماري ووايت جايين وراء ولمين معهم ستات القرية بربطة المعلم وبيسألوا ألس عن اللي عملته في فايت وإزاي تهرب روي وبتعرفهم ألس إنها محتاجة مساعدته وبتعرض عليهم لو عاوزين يشتروا الخيول تبعها لهم بمبلغ قليل معادة ستة منهم علشان تقدر تسافر لبوستن وتمشي من هنا والعرض بيبقى مغري لماري وبتوافق على البيعة وبتسيب لها روي وبتوصل رسالة بيل لجون لكن بيتجهلها وما بيرضاش ياخدها من الساعي وبيبقى ديلي شايفه من مكتبه وفي دوله بيأكله وبينادي على الساعي ياخد منه الجواب يشوف فيه إيه وفي طريق بيل بيقابل الناس اللي كان فرانك قاعد معاهم وباين إنهم مضربين وبيسألهم لو شافوا فرانك وواحدة منهم لما بتشوف شرط المأمور بتتكلم وبتعرفوا إنها سمعتهم رايحين للقرية قريبة من هنا وبتطلب منه ينقذ الناس من شرهم وبنعرف النواية اللي بيمثل فيها دور الزابط معجب ببنت اسمها لويز من قريد بلاك آدم اللي جنبهم وبيروح لحد عندها وبيتحجج عشان يشوفها إنه جاي يتعلم الموسيقى وأبوها بيعصر على نفسه لمونة وبيستقبله في بيته وبيجهز روي نفسه للخيل الجديد وبتيجي إيفا وبتقعد تضرب فيه لإنه لابس لبس ابنها وده بالنسبة لها فل مش حلو ربنا يطمينك حاجة وبعدين بيعرض روي على تاكي إنه يحاول يركب الخيل ويكسر حجز الخف اللي عنده لإنه رجل المزرعة ولازم يتعلم وبيجرب تاكي وأول مرة بيقع وبيفضل روي وراه وبيقومه وبيخليه يركب تاني ونفس النتيجة بيقع برضه والمرة دي ما بيبقاش قادر يقوم تاني وبيحس روي إنه كفاية عليه كده النهاردة لكن بيتفاجئ بتاكي بيقوم وبيركب الخيل تاني وبيعفر معه لحد ما بيقدر يسيطر عليه وبالليل بتعمل ألس كوبايتين شاي وبتبدأ تعلم روي إزاي يقرأ ويكتب اسمه وبعدها بيسيبهم علشان يناموا وتاني يوم الصبح روي بياخد تاكي وبيروحوا يجيبوا الخيول التانية وبيعلموا إزاي يمشي بيهم في الطريق وبيحذروا من أنواع أشجار بتبقى موجودة في الغابة ممكن تأذي الخيل وبيقابلوا في طريقهم الرجالة اللي بعثتهم شركة التعدين وهم بيستكشفوا المكان ووقتها إد القائد بتاعهم بيشوف نفسه عليهم وبيعملهم بطريقة مش كويسة وبيسألهم بيعملوا إيه في المكان وبيوضح له روي إنهم كانوا جايين يصطادوا والحظ محلفهمش يعني فبياخد إد رجالته وبيمشوه وبيسيبوهم وبيقدر روي وطاكي أخيراً يسيطروا على باقي الخيول وبيرجعوا بيهم على المزرعة وبيوصل إد للقرية المنحوسة وبتتجمع كل الستات وبيعرفهم بما أنهم هيشتغلوا في المنجم فهيحطوا إدهم على كل حاجة في القرية وبيعين إد نفسه مأمور عليهم لحد ما بيلي يظهر ووقتها بتيجي ألس ويبتطلب من كالي مدرسة القرية كتاب لتحسين الإراية علشان روي وبالليل بيقف جون في القرية قريبة من القرية اللي روي اتربى فيها يمكن فرانك يعد من هناك ويقدر يقبض عليه وبيدخل حنى وبيسأل صاحبها لو في مجموعة من الناس عدوا من هنا والراجل بيبان عليه التوتر وبيعرفوا أنه ما شافش حاجة وبيلف جون وبيتفاجئ بفرانك قاعد مستني في المكان وما يعرفش أن ده كمين فرانك عمله علشان يخلص عليه وبعد ما بينهي حياته بيطلع من جيبه ورقة مكتوب فيها عنوان لوسي وبيقول لرجالته إن قريتها محطتهم الجاية وبيوصل بين للقرية اللي فرانك خلص على جون فيها وبيكتشف اللي حصل وبيطلب من السكان إنهم يوصلوا جس جون للعنوان بتاع بيته وبيسيبهم وبيمشي وهو بيستحلف لفرانك زيادة وبيروح إد لقرية بلاك آدم اللي لزق في القرية المنحوسة دي وبيعمل معهم معهد السلام لأنه عارف الخلاف اللي بينهم وبين سكان القرية المنحوسة بسبب المنجم والمخلفات بتاعته اللي بوزط لهم أرضهم وما بقوش قادرين يزرعوها وبيؤمرهم إد يعملوا نفسهم تورش عن أي حاجة ممكن تحصل لهم في القرية جنبهم لأنهم مش حملة تقوم بينهم حرب وإلا هيشوفوا الوش التاني بتاعه وياخدوا أرضهم والتهديد اللي في كلام إد ما بيعجبش سكان قرية بلاك آدم وبيوصل ديلي للقرية المنحوسة وبيدخل الحانة وبيسأل الكام حاج اللي قاعدين عن بيل وبيمثل عليهم إنه باعت له رسالة بيبلغوا فيها إنه أبض على روي وبيفهموا واحد منهم إن بيل لو عمل كده يبقى ضحك عليه ومفيش حد بالإسم ده هنا فبيستغل ديلي الوضع وبيقولهم ما تعرفوني قصتكو بقى فبيحكولوا إن القرية دي كانت زي الوردة المفتاحة والرجالة كل يوم الصبح يصحوا ويتمشوا مع الستات بتاعتهم لحد باب المنجم اللي شغالين فيه وبعدها الستات بياخدوا بعضهم وبيروحوا يعودوا في أي حتة سوى ينموا على العالم ويجهزوا طلبات البيت ده روتين حياتهم وفي يوم ما طلعت له الشمس دخلوا الرجالة للمنجم وحصل انفجار كبير جواه وراح فيه الكل وتوقف حال القرية وما تبقاش غيرهم وكل ستات القرية من يومها بقوا بيشتغلوا في كل حاجة وأي حاجة والصبح بيتقرر روي ياخد طاكي ويطلعوا يصطادوا حاجة يرموا بيها عضمهم وبتعرض عليهم ألس ما يروحوش لوحدهم وبيفتكر روي إنها هتيجي معاهم وبيفرح لكن بيتفاجئ إنها هتبعت معاهم إيفا أفرحة ما تمت وبيتحركوا على الغابة وبيحاول روي يعلم طاكي إزاي يقدر يصطاد ذكر الغزالة الحلو اللي هناك ده وبيتأخر طاكي وما بيدربش نار وبيلحظوا الحيوان وبيهرب بعيد وبيفوتوا أول فريسة وبيروحوا عند النهر يجربوا حظهم ويصطادوا سمك وبيلاقوا هناك عربية البريد وقع في النهر وبياخد منها روي صندوق الرسائل علشان يبقى يتسلق ويتمرن على القرية فيهم وبيختاروا مكان يباتوا في ليلتهم والصبح بتبقى إيفا ربنا يديها الصحة استادت فريسة بنت ناس وشكلهم هيكلوا لحمة لحد ما يزهقوا وتاني يوم ماري بتروح تدي وايت أكل وما بتلاقيهوش وبتقلب عليه القرية كلها واللي بيفقع مررتها إن محدش بيديها اهتمام ولا فرق معهم الواد اختفى فين وبيبقى وايت عايش حياته مع لويز ويبين إنه مش موضوع بسيط بينهم لكن أبوها بيجي يرجعها البيت وبيعرف وايت إنه مش مرتاح له وكفاية إنه من القرية المنحوسة وياريت له كل واحد يفضل في حاله بقى ويبعد عن بنته وبياخدها على البيت يعلمها الأدب وبيتعصب وايت لما بيشوفه وبيبقى هيصوب ناحيتهم وساعتها بيجي روي وبيمنعه يعمل حاجة زي كده وبيرجع وايت عالقرية ولأنه وحداني بيقعد يتغدى معهم في المزرعة وبعدها بيقوم يمشي وبينشوف بيل بعد ما لف الكرة الأرضية ورا فرانك وبيقف يريح عند النهر وبيغسل وشه وبيشب شوية مية وبيتعمل عليه الكماشة من رجالة فرانك وبدل ما هو اللي يلاقيهم هم اللي لقوه وفي الأول بيمثل بيل عليهم أنه صياد جاي في رحلة وتاه لكن الكلام ما بيدخلش مخ فرانك وبيهدده لو ما قالش الحقيقة هتبقى نهايته على إيده فبيعرفوا بيل بكل شجاع أنه مأمور وكان ماشي وراهم علشان يسلمهم للجيش يتصرفوا معهم بقى بكل الجرائم اللي عملوها وبيوضح له فرانك إن حياته مش هتخلص على إيد مأمور وهو عارف نهايته كويس وبيسيبوا وبيمشي ولو الحظ جماعهم هيشوفوا مين هيخلص على التاني وبعدها بيطلع بيل على مقر الجيش وبيعرفهم مكان فرانك علشان يلحقوا يقبضوا عليه لكن قائد الجيش بيبقى مريح دماغه وكل همه يحلق دقنه الصبح ويفطر كويس ويمستني الأوامر تجيله وبيخرج بيل من عندهم أفاي أمر عيش وواضح إنهم مش هيساعدوه وبالليل بتتمشى ليلي مع إيد في القرية وبتحكيله قصة حياتها وحياة ابنها وبتعرفوا إنه كانها يتوفى لولا روي اللي ضرب نر على التعبان وخلص عليه من طلقة واحدة وكلامها بيجزب انتباه إيد والأيام بتعدي وكل يوم بيقدر روي يروط خيل جديد من خيول ألس وفي نفس الوقت بتبقى هي مشغولة بالحفر في البير اللي في مزرعتها لحد ما بيطلع مياه يشربوا منها وبيكبروا السور بتاع المزرعة علشان الخيول تاخد رحتها أكتر في المكان وبالليل زي كل ليلة بيعودوا سوا يكملوا دروس القرية بتاعت روي وبيوصل فرانك مع رجالته لقرية لوسي وبيلاقي الملجأ بتاعها ما فيهوش سريخ ابن يومين وبيبقى مستخب جواه راجل بيحاول يهويشهم بالبندقية اللي معاه ولإنه أقوى منه بيقدر واحد من رجالة فرانك يخرجوا بره ووقتها بيسألوا فرانك عن مكان لوسي وبيكتشف إنها ثابت الرهبنة وفتحت حانة وبيجمع فرانك إن روي جه هنا قبلهم وسب لها فلوس تنغنغ نفسها بيهم وبالليل بتروح ألس تعود مع روي وهو بيقرأ الرسائل اللي لقاها وبتسمع حكاوي الناس واللي بيشكل حبيبته همه واللي الشوق واكله ومستني يرجع لعيلته وفي الوقت ده بينادي تاكي على أمه وبيقطع حصة تنمية اللغة فبتضطر تسيب روي وتقوم ووقتها بيحس روي إنه الطفل على العيلة دي وده مش مكانه وما ينفعش يكون معاهم وتاني يوم بيتكلم مع ألس وبيعرفها على طبيعة كل خيل علشان يسهل عليها التعامل معاهم وبيخيارها لو هي هتبيع تبيع عنه منهم وبيفجئها روي بإنه لازم يمشي من مزرعتها لإنه لسه في مهمة منفزهاش وهي إنه يخلص على فرانك وبيفتح قلبه لألس وبيحكي لها القصة اللي ما تعرفهاش وإنه بعد ما تأكد إن فرانك مش وراه راح ودفن بوف قبر يليق بيه وكان مقرر هينهي حياته لكن في حاجة جواه خليته يغير قراره ويمشي ووصل هنا وحب القرية بالناس اللي فيها وبيفهمها إنه اتسبب في انهيار قرية كاملة لما هرب ومش عاوز حاجة زي كده تتكرر تاني خصوصا لو هتحصل في القرية المنحوسة وبينطلقوا بالخيول كلها لحد المباني الرئيسية في القرية وبيدخلهم روي الاستبل ووقتها بيشوفهم ديلي وبيسأل واحد من أهل القرية عنهم وبيركز مع ملامح روي والفار بيبدأ يلعب في دماغه بالذات بعد معرف إنه كان مسجون وقاليس هربته وبتروح قاليس ترجع الكتاب لكالي ولأنها أغنى حد في القرية بتعرض عليها تشتري المزرعة بتاعتها وهتسب لهم القرية يشبعوا بيها لكن كالي بترفض عرضها فبتسبها قاليس وبتمشي وساعتها روي وتاكي كانوا مستنيينها برة وبيجي لهم إده وبيحاول يطلع بمعلومتين من روي لأنه مش مرتاح له بس بيحبط روي محاولاته وبيعرفوا إنه ماشي جنب الحيط وهيسيب له القرية كلها وهيمشي قريب وبتيجي ألس وبيتحركوا سوى للمزرعة وبيرجع دليل المكتب بتاعه علشان يكتب القصة اللي اكتشفها في القرية المنحوسة ويرجع لهم تاني لأنه حب الجو بتاعهم قوي وبيتدايق تاكي لما بيعرف إن روي هيسيبهم ويمشي لأنه تعلق به وأخيراً لقى الصاحب والأب اللي اتحرم منه وبيروح يتكلم معاه ويعرض عليه يجي معهم بوستن لكن روي بيفهموا إنهم مش محتاجينه في حاجة دلوقتي وهو رجل البيت وما بيقتنعش تاكي بكلامه ومع شروق الشمس بيشق روي طريقه وبيعيد عن القرية المنحوسة وبيسيب مع ألس و تاكي الجواب بتاع خوه وبتفتحه ألس وبتبدأ تقرأه وبيبقى جيم بعت له الجواب علشان يعرفه إنه قدر يقف على رجله ويكون أسرة ومستنيه يجي له كاليفورنيا وبيوصف له الحياة هناك عاملة إزاي وبيبقى بعت له مع الرسالة خريطة يعرفوا بيها الطريق فبيفتكروا إن روي رايح لاخوه وفي الوقت ده بنشوف فرانك قاعد بيتشمس هو ورجالته وبيجي له واحد منهم وبيوريه جريدة أخبار القرية والعنوان الرئيسي فيها هو حكاية القرية المنحوسة وبيبص عليها فرانك بصة سريعة كده ولما بيلمح اسم روي وإنه موجود هناك بيلم رجالته ومعداتهم ويلا بينا والجريدة بتوصل للقرية المنحوسة وبيقعدوا قالي علشان هي المدرسة فتقرها لهم وبيبقى دليم أفور حبتين في المقالة وبيكتشفوا إن روي ما كانش شخص عادي وكل ده كان مستخبي وسطيهم ودلوقتي هيجيب لهم فرانك الحد عندهم يخلص عليهم فبياخدوا بعضهم وبيروحوا لمزرعة ألس وبيسألوها عن روي وبتعرفهم إنه ما بقاش موجود فبيفهموها إن فرانك هيجي لهم على هنا ولازم يتصرفوا ولإن إيد راجل جداً بيبلغهم إنه برا الليلة هو ورجالته وبيسيبهم وبيمشي وبتفكر ماري إنهم يهربوا من المكان ويطلعوا الجبل بالخيول اللي اشتروها من ألس ولو فرانك فعلاً جه القرية مش هيلاقي حد منهم وهو وقتها يبقوا أنقذوا نفسهم وبتعرض على ألس إنها تيجي معاهم فبتفهمها ألس إن تاكي هرب من البيت بعد ما روي مشي ولازم تدور عليه وبتبوز خطة ماري لإن حد هجم على المسؤول عن الإستابل وسرق كل الخيول منه وبتتوقع ماري إن إيد هو اللي عمل كده وقال ما يمشيش من المولد بالا حمص وبتحط ماري خطة جديدة وبتطلب من كل اللي موجودين يطلعوا الأسلحة اللي في بيتهم لإنهم هيدفعوا عن قريتهم بنفسهم وبيكتشف فرانك وهم في الطريق إنهم علشان يوصلوا للقرية المنحوسة دي لازم يعدوا على قرية بلاك آدم والناس دول اتعاركوا معهم قبل كده وكانت النهاية مش في صلاحهم والصبح بيقرر روي إنه مش هيهرب تاني من فرانك وهيرجع القرية المنحوسة وبيروح مكبر تابوه وبيحفرها وبيفتح التابوت وبياخد منه الهدوم اللي سابها وبندقيته والغنيمة اللي خدها من فرانك وبيغير هدومه وباين إنه نوي على الشر وفي نفس الوقت بيبقى بالمعد من المكان اللي فرانك كان قاعد فيه وبيلمح الباقي من الجريدة في الأرض بعد ما ولعوا فيها وبيكتشف إنهم رايحين على القرية المنحوسة فبياخد الخيل بتاعه وبيجري على هناك وبالليل روي بيقابل إيد ورجالته اللي واخدين الخيول بتاعة ألس وبيعرفهم إنه هياخد الخيول يرجعها لصحابها ويكملوا قعدتهم عادي بس مش بيوافق إيد على كلامه وعقبل ما بيعمر البندقية بتاعته بتبقى الرصاصة خرجت من سلاح روي وصابته خلاص ووقتها بيجي بيل وبيطلب من رجالة إيد يخلوا بالهم من الخيول ويأكلوهم ويشربوهم ولو ينفع بس يحموهم يبقى قطر خيرهم لإنه هياخد روي ويطلعوا ع القرية المنحوسة يخلصوا المصلحة بتاعت فرانك وهيرجعوا لهم على طول مش هيتأخروا وبيقفوا يسترياحوا عند النهر وبيتكلموا سوا وبيفهموا روي إنه ما كانش هيرجع لكن افتكر كلامه عن قرية القطر وقرر ما يبقاش ندلة تاني ويتسبب في ضمار قرية كاملة وبيوصل فرانك على قرية بلاك آدم وبيخبط على بيت عيلة لويز وبيمثل هو واتنين من رجالته إنهم غلبانين وعاوزين يريحوا من الطريق عندهم فبيدخلوا بحسن نية يعودوا يتعشوا معاهم لكن عم لويز بيبقى عارف فرانك عن ظهر قلب وأول ما بيوضح له الحقيقة وإنه عارفه بتقوم حرب المسدسات في البيت وكله بيخلص على كله وبيطلع فرانك من البيت مش سايب حد منهم عايش إلا لويز واخوها الصغير اللي يهربوا من الباب الوراني وجيروا بر القرية ووقتها قبلت وايت فوشها واخدها لقريتهم وبيجهزوا سيدات القرية وبتوزع ماري عليهم الأسلحة الموجودة وبتدخلهم الفندق وبتطلب منهم يقفوا في أي حتة يقدروا يضربوا منها نار واللي تشوفوا تلوشوا ووقتها بييجي وايتوا معا لويز وبتاخد سلاح من ماري وبتضم جنب إخوتها وكل ده وبتبقى أقلس لسه ملقيتش تاكي وبتوصل لحد قرية بلاك آدم وبتشوف فرانك ورجالته وهم مرصصين الجسس شمال ويمين ومخلصين على الكل فبترجع على القرية المنحوسة وبتحذر ماري إنهم على الأبواب وبتفهمها ماري إنها المفروض ما تخافش على ابنها لأن طول ما هو بر القرية هيبقى في أمان وبتطلب منها تقف في صفهم قدام التطر اللي جاي وبتاخد سلاح وبيطلعوا يستنوا فوق السطح وبيوصل فرانك ورجالته للقرية المنحوسة وبيقابلوا فشهم وايت اللي ما بيلحقش يخرج المسدس من جيبه وبيخلصوا عليه أول واحد وبيلفوا يشوفوا فين باقي أهل القرية وبيلاحظ فرانك إنهم موجودين في الفندق والستات الاندبندنت بتوعنا بيغفلهم وبيضربوا نار الأول وبيخلصوا عليهم واحد ورد تاني وبيبقى فرانك واقف لا يبالي باللي بيحصل حواليه وبييجي بيلي شتت انتباههم والكل بيستغرب هو جه منين دلوقتي وهم عارفين إنه ما بيعرفش ينشن على حد وهيفضحهم لكن بيظهر روي وبيدخل دخلة سينمائية كده وكلهم بيدبوا في بعض وبعد الفرهادة دي الحمد لله بيخلصوا على رجالة فرانك وبينزلوا الستات من الفندق وبتبقى أعصابهم سابت من اللي كان بيحصل وبيعودوا وياخدوا نفسهم شوية إلا ماري بتمشي تضرب نار على كل الجسس تاني زياد التأكيد يعني أهل ما توفاش يتوفى وبيجيلها بيل وبيهديها وبيسألها عن عياله ووقتها بيخرج كل الأطفال والعواجيز من الحزيرة البعيدة اللي كانوا مستخبين فيها وبيجري بلع العياله ياخدهم حضن مطارات وبيلف روي على جسد فرانك وما بيبقاش لها أي أثر فبيعرف إنه هرب وبيركب الخيل بتاعته وبيدور عليه وفي الوقت ده فرانك بيصادف تاكي قاعد بيعيد جنب الخيل بتاعه بعد ما اتصاب وبيعمله بكل طيبة وولا كأنه خلص على ملايين الأيام اللي فاتت وبيديله السلاح بتاعه علشان ينهي حياة الخيل بدل ما يفضل يتألم وبيسمع روي صوت ضرب النار وبيتحرك نحيته وبيوصلهم وبينادي على تاكي وبيطلب منه يركب الخيل بتاعه ويروح على البيت رهوان وبالاش يبص وراه مهما حصل وبينزل روي وراه فرانك واللي قدامنا ده ديربي من نوع آخر واللي هيخرج منهم وسدسه الأول هيعيش واللي اتنين بيدربوا نار على بعض في نفس الوقت لكن روي بيبقى عارف بينشن فين وبيخلص عليه وبييجي تاكي بسرعة ناحية روي وبياخدل جدته علشان تنقذه وتاني يوم بيروحوا يدفنوا وايت في مقابر القرية وما بيقدرش حد يقول كلمتين في حق وايت من كتر الحزن وبينشوف روي بقى كويس وتعافى من إصابته وبيوضع تاكي وآلس وبيمشي وبيقابل في سكته بيل وبيطلب منه يبلغ آلس ان في عمود في الصور محتاج يتصلح وبيعرفوا بيل انه قال لديلي ان هو وفرانك خلصوا على بعض على حدود قريتهم ودلوقتي يقدر يعيش حياته من غير كلام كتير من اللي حواليه وتصحبه السلامة وبيشق روي طريقه الكاليفورنيا زي ما طالب منه أخوه في الجواب وبتمر عليه كل فصول السنة في الطريق لكن هو ما بتوقفوش حاجة وبيكمل طريقه الهناك وبتروح آلس عند الصور زي ما طالب منها بيل وبتحفر علشان تحط صخرة تصلحه بيها لكن بتتفاجئ ان روي ساب لها فلوس كتير زي أسطورة الهنود الحمر اللي قالت له عليها طب والله طمر فيك الأكل وبكده هي تقدر تبدأ حياتها مع عيلتها على نظافة وتسافر بوستن وانتهى المسلسل فيارب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الفيديوهات يشترك ويفعل الجرس سلام